السلام عليكم مرحبا بكم معي من جديد في قناتي السما أولاد اليوم ان شاء الله جبت لكم تحلية اللي هي اقتصادية وبنينة بالساف كتتحضر في وقت قصير فابقوا معي باش نشوفوا المقادر وطريقة التحضير بالنسبة للمقادر اللي غنحتاجوا عدنا نصف لتر ديال الحالب جوج ملاعق كبار ديال السكر وجوج ملاعق كبار ديال الناشا ممكن تعويضوه بكريم باتيسياغ وعدنا بسكويت ماريا اول حاجة هنطحنوا ماريا هذا الشكل كما تشوفوا ها هو البسكويت ماريا من بعد مطحننا كما تشوفوا هرمشنا هذا الشكل كما تشوفوا نضيره في الكؤوس للتقديم بالنسبة للكمية كتبق على حساب ما حلت الكؤوس عندكم كما تشوفوا هرمشوا المرحلة ديال الكريمة دابا غنشدو كاسغول وغنضيرو فيها الحليب وغنخليو شوية باش نخلطوه مع انشا ومن بعد غنزيدو جوج ملاعق ديال السكر وغنزيدو شي قطع ديال ماريا يعني باكيا كناخدو منها شي شوية كما تشوفوا ودابا غنشدو شيز لافا وغنضيرو فيها الحليب المتبقي وغنزيدو عليهم جوج ملاعق ديال الناشا وغنخلطوه مزيان حتى يندمجو لنا النشا مع الحليب من بعد ما تخلط لنا مزيان كما تشوفوا سنضيفوه على الخالط ونضيفوه على الشيكول وشي فوق العافية ستكون مهيلة ونحركوه ضروري مع التحريك سنضيفوه المكوينات مزيان مع بعض رياضهم سنحركوه فيهم ضروري لا تتوقفوه بالتحريك حتى يعقد لنا كما تشوفوه على الخالط سنضيفوه في الكؤوس كما تشوفو سوف نق two up سوف نضيف الكريمة فوق طبقه الأولى مخلطو ثم بالتحريك يتم تعطيت بالماريا هنا Skip وعندخص في وسطower كيف يلتحق الموادق مع كريمة أوضح العكبidan يؤمن في المصطف وعندخص الليل وعندخص الآن ننبق العكب ونميق كما تشاهدون كما تشاهدون كما تشاهدون هذا هو الشكل كما تشاهدون سوف ندخلهم من الثلاجة ونقدموه إن شاء الله وكي يكون هذا هو الشكل النهائي التحلية اللي حضرت معكم اليوم كنتمنى إتنال الإعجاب كما تشاهدون هنا زينتها من الفوق المارية اللي تحنتها شو شوية وكتجي من الوسط زوينة بثاف كتجي هذه الوسط مارية كتجي طابقات كما تشاهدون كنتمنى إتنال الإعجاب ديلكم وتجربوها سوف نوريكم كيفاش كتجي من الوسط كتجي زوينة بثاف كما تشاهدون إذن كتجي على هات الشكل وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتلاقى فيديو جديد إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر